نعم المبروك في الحقيقة منذ حوالي ساعة وساعة ونصف تقريبا وجه أول انذار من قبل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي والذي حدد فيه بشكل أساسي أن الجيش الإسرائيلي سيبدأ بمهاجمة ما أسماه بنا تحتية تابعة لجمعية القرد الحسن التابعة لحزب الله وننوه فقط ريمي حتى تكمل هذه صور مباشرة والآن تظهر طائرة مدنية ربما تهبط الآن في هذه الأثناء بمطار رفيق الحريري ببيروس صحيح في مخص هذه الناحية سأشير إلى أنه قبل هذه التهديدات وحتى مع بدء الغارات وعلى هذه اللحظة الطائرات المدنية لم تتوقف لا من الهبوط ولا من الإقلاع من مطار رفيق الحريري الدولي تأكيدا على أن المطار يعمل بشكل طبيعي وأن الطيران المدني في مطار رفيق الحريري لا يزال مستمر سأشير من خلال الكاميرا هذه المكانة التي هبطت فيه الطائرة والأضواء التي نشاهدها هي مطار رفيق الحريري الدولي وإذا أمكنك أن تلاحظ قرب المطار من الضاحية الجنوبية لبيروت خاصة وأن المنطقة المضاءة بحد ذاتها أو في كل هذه المنطقة هي المطار والمنطقة المتبقية أي الضاحية الجنوبية هي ظلام بالكامل تحولت إلى منذ أسابيع منذ بدء التصعيد أصبحت تلفها العتمة الشاملة إذن قبل حوالي الساعة والنصف تقريبا وبعد تهديدات من قبل الجيش الإسرائيلي بأنه سيبدأ بقصف القرد الحسن بالتزامن مع هذا التهديد بدأ التداول بلائحة تضم الفروع القرد الحسن في كل المناطق التي يوجد فيها القرد الحسن بشكل أساسي في الضاحية الجنوبية وهذه المناطق هي بئر العبد حارة حريك النويري حيس تلوم برج الباراجنة تحويتة الغدير الشياح الرويس زاء البلاط زاء البلاط هي منطقة خارج الضاحية الجنوبية وفيها كثافة سكانية وأيضا هناك العديد ممن نزحوا إن كان من الجنوب ومن البقاع وأيضا من الضاحية الجنوبية نزحوا باتجاه هذه النقطة لكونها خارج الضاحية ولكونها تعتبر أكثر أمانا من الضاحية الجنوبية وبالتالي أظهرت الفيديوهات المتداولة قبل قليل حركة نزوح كثيفة من هذه المنطقة تحديدا لكونها وردت في الورقة المتداولة والتي يتم تداولها كما ذكرت بين المواطنين وكانت الدعوات بعد إرفاق الفروع القرد الحسن في هذه الورقة وهي 31 فرعا عندها بدأت حركة النزوح حركة النزوح لا تشمل فقط منطقة زاء لبلاط إنما كل المناطق القريبة من المباني التي وردت في تحذيرات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي كما تعلم وكما نتابع التحذيرات لا تتوقف أبدا وهي مستمرة حتى الساعة لأن هذه الفروع الـ 31 التي تحدثت عنها ليست موجودة فقط في الضاحية الجنوبية لبيروت إنما أيضا في البقاع وفي جنوب لبنان ولهذا هو ينشر تباعا المباني أريد أن أشير أيضا أنه بالتزامن مع هذه التحذيرات بدأ أو كنا نسمع وشهود عيان تحدثوا عن إطلاق رصاص يسمع في الهواء عندما تواصلنا مع القوى الأمنية للسؤال عن سبب هذا الرصاص رشقات الرصاص الكثيفة التي تسمع في بيروت كان الجواب أن هذه الرشقات هذا الرصاص الذي يسمع في ضواحي بيروت ناتج عن تحذير للأهالي ودعوتهم بالقوة إذا جزاء التعبير لإخلاء المنازل التي تقع بالقرب من قرد الحسن يعني يحاول المواطنون إطلاق الرصاص في الهواء من أجل تنبيه من هم في مباني على مقربة من المباني التي سيتم استهدافة عبر إطلاق الرصاص في الهواء كي يخرجوا من المنازل ويغادروا قبل أن تبدأ سلسلة الغارات العنيفة التي توعد بها الجيش الإسرائيلي قبل قليل والذي قال أن هذه الليلة ستكون الأعنف على الإطلاق منذ إطلاق هذه التحذيرات وحتى اللحظة شهدنا حتى الساعة أربع غارات بمعظمها تركزت في حارة حريك أخرى قبل قليل في أسان تراز في أسان تراز نعم وأيضا في محيط الشياح هذه المناطق بطبيعة الحال هي تقع في الضاحية الجنوبية ولكن هذه المرة بما أننا نتحدث عن فروع القرد الحسن وهذه المباني التي أشار إليها الجيش الإسرائيلي وبالتالي نكون أمام استهدافات محددة طيب قريمي أود فقط سؤالك ونحن نتابع هذه المشاهد المتعلقة بحركة النزوح المتوسطة الآن من بعض الأحياء معرفة هذه الأحياء إن كانت تتوفر لديك معلومات من أين يخرجون وإلى أين يتوجهون كون هذه الأفروع التابعة للقرد الحسن موجودة وبشكل مختلف على الرقعة اللبنانية ككل الغارة في هذه الأثناء سمعنا سمعنا صوت الصاروخ ولكن يبدو أنها لم تنفجر لم تنفجر إذن لم ينفجر الصاروخ في هذه الأثناء عفوا لو بإمكانك أن تعيد السؤال أعتذر مش مشكلة ريمي كنت قد سألتك عن المشاهد وهي غائبة الآن هذه المشاهد سيعيدها الزملاء مشاهد مغادرة السكان من بعض الأحياء إلى مناطق أخرى مسألة انطلاق وخروج النزحين من أين وإلى أين في الحقيقة لا يمكننا تحديد من أين إلى أين ولكن كل من هو على مقربة من هذه المباني التي وردت في الخرائط يغادر ولكن استمعنا إلى هذا الصوت ريمي نعم إذن هذه الغارة الخامسة على الضحية الجنوبية إذن هذه الغارة الخامسة نشاهد عمدات دخان السوداء التي تتصاعد هذه المنطقة أيضا حارة حريك نعم لا أدري إذا كنت تشاهد نعم نشاهدها وبوضوح الآن ليس بوضوح كاف ولكن واضح بأن هناك أعمدات دخان نتيجة هذه الغارة الخامسة ريمي لكن الغارات السابقة كانت في حارة حريك أيضا الغارات بدأت تتوزع في الضحية الجنوبية ولكن في حارة حريك هذه المنطقة تكون من أكثر المناطق التي تستهدف في الضحية الجنوبية لبيروت وكما تعلم حارة حريك كانت تضم المربع الأمني كما كان يعرف وهي نفس المنطقة التي تم اغتيال فيها أمين عام حزب الله حسن نصر الله ولذلك هي من أكثر المناطق التي تتعرض للاستهداف خاصة وأنه يمكن أن تكون بما أننا نتحدث عن مربع أمني تضم أكثر من منشأة ولكن سأشير المبروك إلى أنه هذه الأعمدة الدخان التي نشاهدها هذه المرة مختلفة عن الأعمدة التي كنا نشاهدها بالسابق كانت أعمدة بيضاء ولكن هذه الأعمدة السوداء دخان أسود يتصاعد ويمتد شمالا لا يمكننا ربما لأن الغارة جدا عنيفة سأعود إلى سؤالك عن النزوح النزوح بدأ من كل المباني المجاورة للقرود مباني القرد الحسن كما تعرف مباني القرد الحسن في الضحية الجنوبية معروفة وبالتالي ليست من يقيم في الضحية الجنوبية لبيروت لكن هذه المباني ألم تقصف سابقا نحن نتحدث عن عمليات مستمرة الآن ومكثفة في الشهر الأخير لم تستهدف حتى ليست في الضحية فقط في الجنوب في البقاع كانت هناك عدة غرات بطبيعة الحال أن يكون طالها القصف في الفترة الماضية هذا يمكن أن يكون قد حصل ذلك ولكن عندما يحدد الجيش الإسرائيلي اليوم أنه سيستهدف مباني القرد الحسن هذا الذي دفع من هو بجوار هذه المباني إلى الابتعاد لأنه كنت أشير إلى أن هذه المباني معروفة يعني يوجد إذا وصلت إلى أحد هذه المباني يمكن أن تقرأ لوحة يكتب عليها القرد الحسن وبالتالي هم يعرفون هذه المباني ولذلك حصلت حركة النزوح من قربها إلى مناطق أخرى